الفصل 11 بناء القيروان من قصة عقبة ابن نافع إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب بتبدأ أحداث الفصل بعقبة اللي فكر في إنشاء مدينة جديدة إيه السبب اللي يدعو عقبة أو إيه المبررات اللي تدعو عقبة للتفكير في هذا الأمر كان فيه مجموعة من الأسباب الموضوعية اللي كانت عند عقبة اللي فكر من أجلها في بناء هذه المدينة وهي إنه كان محتاج مكان يضم الجيش بأمتعته وأسلحته كان محتاج إنه يقيم عاصمة للدولة الإسلامية في تلك المنطقة كان محتاج إنه يكون فيه مقر آمن للجيش يأوي إليه ويعسكر فيه ويلتقي فيه المجاهدون على أرضه ويتدرسه في نون الحرب والنزال فيه وصل عقبة لمكان يسمى قمونية إيه صفات قمونية؟ قالك إن قمونية مكان كثيف الأشجار بعيد عن البحر مملوء بالسباع والحشرات والأفاعي بسبب إنه مكانش حد من الروم أو البربر سكنه قبل كده بالإضافة إلى أنه مكان تربطه جيدة وهواءه طيب نادى عقبة في الجنود بعدما تأمل هذا المكان وطلب منهم تطهير المكان من الأفاعي والوحوش طهر الجنود قمونية وذكر المؤرخون عن هذا المكان بأنه ظل خاليا من الوحوش والأفاعي طوال 40 سنة بعد ذلك بعد كده ركز عقبة رمحه في الأرض وقال هذا قيروانكم ودي كانت إشارة من عقبة لبداية الانطلاق لتمهيد الأرض وإقامة البناء عليها بعد كده بدأ المسلمين في بناء دورهم وبدأ عقبة في بناء المسجد الجامع اللي هو موجود حتى اليوم في مدينة القيروان واستمرت عمليات البناء من سنة 50 إلى سنة 55 هجرية لاحظ أن الصفات قمونية هي نفسها هي صفات مدينة القيروان ولكنها تختلف عنها في صفة واحدة بأن القيروان ليست مكان ممليء بالسباع والوحشرات والأفاعي لأنه تم تطهير المدينة قبل أن تصبح مدينة القيروان نهاية الفصل ونتمنى لكم كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر